شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أن مساعي بعض الدول لإنهاء دور الأنروا عبر تعليق مساهمتها المالية في ميزانيتها يعكس موقفا معيبا من النحية الأخلاقية وأعرب أبو الغيط عن تقديره للدول التي قررت عدم الانسياق وراء الدعاوة الهادفة إلى تحطيم الأنروا في هذا التوقيت الخطير داعيا المجتمع الدولي للدفاع عن الأنروا كما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من أن إنهاء دور الأنروا يجلب الخطر على المنطقة بأسرها منشدا كافة الدول التي سارعت إلى تعليق التمويل مراجعة هذا القرار الخاطئ والخطير من الزاويتين الإنسانية والأمنية